السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة نعمل قهوة باي الحلقة دي بارش حاجة مبادلة والحاجة الديكور مبادلة يعني مش في سوسا في جمنا وليات كبالي دونك في واحة منظر مزيان عالاخر دونك نوريكم منظر بتاع ندخل ننتظر ابتداء على لبسان لونات لاني يفهم شمس قوي عالاخر دونك نسجل براحتي اكثر حاجة الاخرى اللي مبادلة هي طريق تصويل الفيديو دونك ساول الفيديو نمشي دونك هي تاجربة عليكم اللي حال شاء الله تنال اعجابكم وحتى كما نرش اعجابكم مش مشكلة نفي دانيا وكي جربت حاجة جديدة دونك اليوم بش نحكي على القصة اهمية القصة واهمية انه تحكي قصة في الدومانيت كوليك انت تحب توصل مفهوم معين تحكي قصة خير تحب توصل بروديو معين للناس تحب تحكي على شو تعمل اللي انت تحكي قصة خير حسيلو اهمية القصة دونك الي بش نعمل نعمل حكاية ذي او شنو متعدى وراي بش نحكي اهمية القصة ذي دونك نحكيكم قصة طو عندي سنوات حكاية ستة سنوات قاريت في روضة اني قاري كتوب بالحقيقة على مسالة متضربش الصغير معناها عمارهم ثلاثة اربع سنوات دونك بتضرب هومش وتاخدهم بالسياسة وغيره ازيلو برشة طرق تربوية معناها متطورة وحديثة وكذا لكن الحقيقة بين التربية معناها النظري والتطبيقي فهم دي كلاج كبير على الاخر احكييكم تجربتي دونك ادخلت القصم اني على اساس اني بش نقراهم نادية قرآن معناها واني الابجكتيف تاعي مطالب اني معناها نحفظهم صورة الملك تبارك الذي بديه الملك عام كامل دونك ادخلت بعد شهر من الحكاية معناها دونك اه عزيلو بديت اول ما ادخلت القصم حسيرو دخول ما ناجم مش قصم نصف اخطوة وكذا محبوش يسمعو كلام يودي يركح يودي كذا دي شاي محب حتى واحد يشد بلاصة بيع فهمة كعبتين ثلاثة قاعدين صغار معناها عاقلين برغم اللي نقاريف بلاصة راقية دونك جوهرة دونك صنصية لامدة عاقلين اوكي لكن كيف كيف باهي ادخلتكم حلوة قتلهم بعد ما نكملوا وكذا شيء بارامو الحلوة ما عش تمشي معهم الحكاية دي حسير باتي بلاصة دولخة ندورك قتلكم بارامو حكاية الحلوة ما عش تمشي معهم باهيني مدامني فضلخة نحي البنات اوكي دونك حكيت حلوة ما عش تمشي معهم دونك اوه علي نذكر قبل كونه اللي يقول لك نعطيك حلوة يطلب منك اللي يحب علي هو ياخد دونك يطلب منك تعمل تحب علي انت ياخد اما الاصغار تعطاه مش كاك المفيد ما قيش حتى حل معهم بشي تنيديت المدير اني جبت المديرة من هنا وهو من ناسكو ليكاية سكت معناها سكت و ناسكو ليكاية متكلم حتى حد كسئلت علش يخافوا منها معناها دونك تضربهم يخافوا منهم معناها صارك نوع من التناقض بين اللي قريتوا بان اللي قريتوا واللي قاعد يمارسوا فيه معناها اللي في الكتاتيب ولا في الروضة ولا غيره يضرب الصغير بيش يخاف منه بيشاركع بيش يوصلوا معلومات ولا غيره واذاك عليش تسمع برشة اولياء يقول لك معناها الضرب هو احسن طريقة كبير الحقيقة لا مش احسن طريقة دونك وهاو ولقي الطريقة اخرين حاولت مع الحقيقة بشت الطرق ما نجمتش ما نجمتش معناها ركحهم ويسمعوا كلامي لانك شو قلت لهم قلت لهم معايا نحكي لكم حكاية باهية بطريقة كاية عصير قالوا لي ايه ناسكوا ركاية قالتها ايه عزيتها تقالوا ليه لقي المفيد معناها والناس الكولي كاية ركحت ومفهمة حتى عرفتها مفهمة حتى حس بش يسمعوا الحكاية بتنحكيه لهم لانك القصة اللي مهمة على الاخر معناها الصغار حتى لو كان تطوره وتكنولوجيا وغير وكذا يقعد من داخل عندهم حب للسمع القصة فحكيت لهم قصة وقت قصة النبي صلى الله عليه وسلم القصة اللي حكيها نبي صلى الله عليه وسلم تأصحاب الغارك تلافة اللي مسافرين معناها ومعناها وجاء عليهم الليل وكذا حكيت لهم وستمتعوا بها على الاخر طريقة الالقاء وقتها موجهة للصغار هي القصة وقتها قلت لهم فما تلافة يمشيوا ويمشيوا مسافرين اللي نجاء عليهم الليل شنو رجاء عليهم يقولوا الليل عادة قالوا نمشيوا نتخباوا باش ما تاكلناش الحيوانات نمشيوا نتخباوا في الغار في وسط الجبل وين نمشيوا نمشيوا تخباوا في الغار معناها ديما كل كلمة كلمتين جملة جملتين نشاركهم معي في القصة باش ما يأكل قوش عجبتهم على الاخر الحكاية والناس كلي كي والد ساكت شواليتنا عملاني؟ وليت معناها قرارهم ساعتين وليس ساعة ونص حسين البرتيلو لنحضوا في قولان اللي يقعد عاقل ويحفظ نحكي لهم قصة في اخر الواحد اذا كان مغادوش عاقيمة نحكي لهم مش قصة معناها كعقاب لهم اذا كان اللي اجتهدوا كده نعطيك أبا حالو اما القصة مهمة عن الاخر وحب القصة مزروعة في الانسان من الطفولة بتاعه المفيد تحكي القصة بطريقة مشاوقة حتى الناس اللي اتابع في المقالات اللي اكتفاهم اكثر مقالات قراءة معناها وتفاعلة لهم المقالات اللي موجدين على شكل قصة والقصة اهم حاجة في حكاية تشويق معناها تعمل هكيفاشي الطريقة بصفة عام تحكي حكاية ملول مقدمة فاهم مشكلة ومن بعد في الجوهر تتحل المشكلة ديك تقرب الحل شوية وتكتش بدباهو ما يتحلش المشكلة لين في الاخر تتحل المشكلة سيكون النهاية ساعدة سيكون النهاية هذه اذا كنت تحب تحكي قصة معناها من تأليف كنتي اما لو كان قصة واقعية نجم نفس الواقع تبدالها بطريقة تكون مشوقة ما نعرف شاني القصص كلها مكاكة تحت بتاع صغر فم تقول لك فم حمامة الحمام يطير ولا يا عادي فم حمام متنجمش تطير هذي المشكلة وتقعد حلفات المفيد تعمل محاولة طيران ملول ما تنجحش الثانية تنجحش الثالثة تنجح وتمشي الامور كليك سعيدة لذلك اللي زيتابتع القصة انه تحكي مشكلة ملول تحاول تحل على مرتين ثلاثة في المرة الثانية ولا ثلاثة تتحل فم شوين اموس لهنين هذي اهمية طرح القصة القصة مهيش مهمة كان للصغارة كهو وكيم اخطي لكم حتى الكبار معناها قرأوا روايات وقصص صغير وكذا وحتى الاعمار بتاع عشرة نذكر انه عندي صاحبي عنده خو عمر كيكة فلشن سنين حبي يوريه اهمية صلوات النوافل معرفش يوصل هالو معناه هو طفل يمشي يصلي معنا ديراكت تكمل صلتي يروح ديراكت للدار معناها مايسا مايقعدش لايصلي الشف على وقت اللغير وهكا يقول لين نعمل فروضة كهو حقيقة في العمر هذيكا لازمه معناها يكثر من نوافل مدامه صغير وكذا بش يتعلق بها المسألة ذيكا وتولي معناها تولي عادة عنده معناها معاش يتكلف بش عملها حكيت له قصة قلت له تخيل انه فما دار وهذه المسألة تخيل معناها قصة رمزية قصة رمزية وش يصلوا بها مفهوم معين وتقول لكم شو السر في الحكاية ذيكا قلت له تخيل انه فما دار معناها ما عندهاش صور دار بيه الصراق يسرقوها بسهولة تامة لا فاها لصور والبيبان بتاعها مش بسكرة بالك ديه وغيره الصراق يسرقوها بمعناها صرقة سهلة على فى شو الفرق بين الدار هذه ولو كان دار فاها صور وفاها عساس وفاها سيستامة لارم وفاها كلبي عسو وفاها لحيوته بتاعها عالية والمفتاح بتاعها طعام مفتاح عربي وكاد نوات وقعد نحكي له فى حكاية كاكا قلت له فهمت الحكاية ولا قال لي ايه فهمت قال لي ايه كالدار اللي من غير صور وتخليه ويستنى دار المغير صور معناها واحد يصليك والاخرين فى نوافت قلت له بايه مثلا الصور سنوي نجيم يكون قال لي مثلا الصور نجيم يكون صلاة النافلة بتاع الصلاة الفجر مثلا مش صبح قلت له بايه العساس سنوي نجيم يكون اكاكا قبل الظهر نجيم يكون قرأت شوي قرآن بعد صلاة نجيم يكون قلت له يتخيل وفرح بالحكاية وطبقها وهو اكثر تريك اللي فى المثلة انه يفرح خاطره فهم القصة فهمت يفرح خاطره فهم القصة مش حاجة اخرى وكيف يفرح انه فهم القصة يوصله المفهوم بطريقة اوضح معناه اذا كا نشوفه فى الوراية اذا كاولد عمتي بعد نرجع عندي بعض المعلومات على الدقلة قاعدين نسقيو كيفش نوريكم مثلا شو عملنا لانه السقينا ذا كل نهار كيف نعملوها ونشوفه الماء باحت النخلة هنك حاسيلو ثم نخل بصفة عامة موش بعلي كما زيتون معناه الملوم ترلق سقوي الفرق بينياتهم فى المسات الزكاة الزكاة بتاع الثمار هذه بصفة عامة انه في وقت الحصاد اللي البعلي يخرجوا العشر معناه عشروا المحصول اذا كان المحصول فات معناه نصاب معين تختلف باختلاف معناه الزروع والثمار لكن اذا كان فات النصاب معين يخرجوا العشر بينما السقوي يخرجوا نصف العشر نصف العشر معناه 5% نصف العشر والموسم موسم بتاع الزكاة ما معناه الزكاة تلقيح الزكاة الزكاة المفيدة تخرج الزكاة تلقيح ها هوا كما هيك هذيه هذيه الطبلة بتاع الزكاة هما يخذوا اربعة خمسة سوابع يشدوا العرجون العرجون بتاع الزكاة تتبسوهم معناه كتلقيح للدكلا يعمل الحاسسية ذايا ذكاة هذيه نظروا كل موسم بتاع الزكاة نبعد نعرش تغليف ولش هذيه كل موسم كيفاش باش نبعد تخرج ضغلا باي نرزاكم الحكاية تهمية القصة فانتي توا من هنا فصاعدا ننصحك انه معناه في كل حاجة باش تحكاها سوفر متاع قصة وقصة تكون كمقتلك مشوقا حتى البرودويل الكبار على الأخر يربط البرودوي بقصة صايرت لهم. معناها ولا يحكي قصة تحياته ويحكيها بطريقة مشوقة. وذلك عليش سبحان الله تلقى ثلث القرآن قصص. ربي قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورة يوسف. معناها أحسن القصص موجود في القرآن. والقصة هذه من تخرج من العبرة. حتى في سورة يوسف لقد كان في قصص معبرتهم لي قولي الألبابي ما كان حديثا يفترى. معناها وكان نبي صلى الله عليه وسلم ديما يجمع الصحابة يحكي لهم قصة. خانا نحكيكم حكاية. مرة في دلم سادي. حكي دلم قصة ثلاثة ساعات. ثلاثة ساعات كاملين والناس كل كان على رؤوسهم الطير. معناها هيك مركزين و يزمع في الحكاية وهي خرافة قصة ما هيش قصة معناها من الكتاب والسنة. قصة بتاع عاليك بابنات الوصول للزماني طول ولا حاش كامل كاية. تحكي عبد العزيز العاري ولا شنون. عزيلو آما الناس كل يكاية تحب القصة. في هذه الحلقة حبيت نحكي عليها على مسألة القصة. وحبيت نقول لكم إنه نرمو هذي أخر حلقة بسيكون بالدرجة معناها. لأن إن شاء الله بس نعمل قناة أخرى. فهى برنامج هذا نعمل قهوة بالعضبية الفصحة بسيكون نفعها أعم أعم معناها للتوانسة والغير التوانسة وبسيكون قناة مستقلة على القناة هذه اللي فاها القناة معناها باش الناس متخلطش بين القناة والحلقات هذي. عزيلو آآ شوفكم طلقا وإن شاء الله في حلقة جاية. وطولنا نحاول لنستغل الفرصة ونعمل حلقة بتاع كيف تزني الثروة اللي هنا إن شاء الله. هاي السلام عليكم وإحطا الله.